اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزة الرحمن الرحيم موضوع جديد وهو فنكسيون وقلمات إذن تطبيقات على التواب حتر علينا لنتذكر بركمة هر بر المنطقة بركمة هر بر المنطقة بركمة هر بر المنطقة اشتركوا في القناة فنكسيون أدو غريل يذكرني أنه إذا كان عندي علاقة بين مجموعتين تلاحظوا المجموعة A والمجموعة B يشرط علي أنه كل عنصر بين المجموعة A إذن كل عنصر بين المجموعة A بيرتبط بعنصر واحد من المجموعة B كنا نسميها فونكسيون هذا الشيء اللي أخذنا بصف العاشر السنة الماضي A كوميسيون إذن المجموعة A كما كنا نسميه مجموعة التعريف التابع B كوميسيون إذن المجموعة B داير كوميسي مجموعة قيم التابع أو عفوا مجموعة التعويض F A ولكن هذه المجموعة القيم التابع تتجمع بس في مجموعة F A كنا نسميها كنا نسميها كنا نسميها قيم A كنا نسميها ومعاكنة بنسمية الـ Grunt من الأشياء الجديدة اللي بدنا نتعلمها بالـ Function انه هي إيمتها بيكون عندي التابع بيكون موجب وإيمتها بيكون سالب لاحظوا أنا عندي فنكسيون بهذا الشكل القسم دوما اللي بيكون فوق محور الـ X هذا الأجزاء اللي بتكون موجبة من الفنكسيون ولما الأجزاء بتكون بالأسفل راح تكون سالبة لاحظوا هون سالب 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 بينما بالأعلى موجب بالقسم الأعلى موجب إذاً بوجرافيكتي يشتر افيكس فونكسيون إذاً المجالات اللي بيكون فيها دائماً موجب إكس إكسنين أستندة إذاً بتكون فوق محور الـ X قلان إذاً قلان قسم در طبعاً القسم المتبقي فوق محور الـ X دائما نيجاتيف ألدو أرلك والقسم اللي دائماً سالب إكس إكسنين آلتن قلان قسم در هو القسم المتبقي أسفل محور الـ X من ضمن المواضيع اللي لازم نتعلمها عن الفونكسيون هي إمتى بيكون له نقطة نهاية عظمة ونهاية صغرة من سمية وأيضاً إمتى بيكون متزايد وإمتى بيكون متناقص بتكون عندي نقطة نهاية العظمة لما بتكون بيكون بجزء قبل وبيكون متزايد بعدين بيتحول لمتناقص أو بيكون كان متناقص حكس اتجاهه صار متزايد إذن لو أنا أخذت المجال ما بين A و J لاحظوا من A إلى J بلاحظ عندي نقطة نهاية العظمة اللي هي هون ونقطة نهاية صغرى اللي هي هون إذن النقطة النهاية العظمة D و K إحتاسياته إكساته D و Yاته K أعطتني نقطة نهاية عظمة من سمية ماكسيموم نقطة س ومينموم نقطة س اللي هي النهاية الصغرى إكساته E و Yاته F إذن فونكسيون A-J على النهاية إذن في المجال من A إلى J ما بين A و J ماكسيموم نقطة S لاحظوا D-K ماكسيموم نقطة S ومينموم نقطة S والنقطة الصغرى هي A و F يعطيني هون شرط إمتى بيكون التابع متزايد وإمتى بيكون متناقص إذا كان X1 و X2 بنتموا لمجال لمجموعة الأعداد الحقيقية إذا كان X1 أصغر من X2 وأيضا كان F X1 أصغر من F X2 يعني علاقة طردية ما بيناتهم لحظوا X1 أصغر من X2 فصورة X1 أصغر من X2 فهذا كل الوقت بيكون التابع فهذا التابع ضمن هالمجال يعني من X1 ل X2 إذا كان X1 أصغر من X2 إذا كان X1 أصغر من X2 فهذا كل الوقت بيكون التابع بالمجال ما بين X1 و X2 بيكون متناقص إذا كان X1 أصغر من X2 إذا كان X2 إذا كان X1 إذا كان X1 إذا كان X1 اعظم إقاطة صوت وظهر الحاب inevitable نستطيع tools ثانب نأخذ مثال儿 نرى سستاrie كيف يكون تب jour في él وعننا zilla إذا أخذت X1 أصغر من X2 يعني أخذت X1 هون X2 هاي X2 هون بلاحظ ال Y1 شوفوا وين هذا ال Y1 على العالي بينما ال Y2 أصغر منه إذا نطلع معي ال Y طبعا هذا ال Y2 وهذا ال Y1 بلاحظ ال Y2 أصغر من ال Y1 فهذا التابع بيكون أظلان إذا شباب هاد الفونكسيون الي عندي لاحظوا تيف الفونكسيون الي عندي هون بهذا القسم متزايد إذا هذا طبعا مكمل للناقص ثانية من النقص ثاني هي لعند D هاد القسم من هون هيكل لهون هذا التابع كان متزايد وأيضا وين بيكون كمان متزايد بهذا القسم من عند A ونحن رايحين لعند الزائد للنهاية هون متزايد بينما هاون بيكون متناقص يكون دوماً التابع عندي متناقص ما بين هون هذا القسم هيك لهون إذا ما بين D للاه هذا القسم هون دوماً متناقص التابع شباباً يعطيني الرسمتين لجزئين من فونكسيون لاحظوا الجزء الأول هات الفونكسيون عندي اللي بالأحمر مرسوم اختار نقطتين ما بين هالنقطة هاي والنقطة هاي بهذا الشكل النقطة الأولى إكساته A والنقطة الثانية إكساته B أقول لي الرسمتين فونكسيون عندي A و B في المجال ما بين A و B يجب أن نقطة الأولى إكساته A و B لاحظوا شباب أقول لي المستقيم المار ما بين هالنقطتين اختار نقطتين بدون هذا المجال المستقيم المار من أطراف هالنقطتين أقول لي ماله موجب لاحظوا نحن تعلمنا أنه لما يكون عندي زاوية المال هاي زاوية المال الألفة نحن دوبا إلنا بناخده مع محور الإكسات بالاتجاه الموجب إذن مدام زاوية المال زاوية حاطة فإذن المال عندي موجب إذن هذا ماله موجب بوزيتيف بو ناقري فونكسيون بو أرالكتان أرطاندر إذن مشان أعرف الفونكسيون إيمتى بيكون متزايد وإيمتى بيكون متناقص بالمجال اللي أنا عم بدرسه لو اخترت أي نقطتين ووصلت بيناتهم بمستقيم هداك الوقت هذا المستقيم بأخذ ماله إذا طلع ماله موجب معه الفونكسيون أرطاندر طيب تعالوا شوف بالعكس هلأ مثلا رح نختار نقطتين والمال يطلع إليهم سالب فلدان إف فونكسيون أرطاندر بحسب الفونكسيون هدا اللي بهذا الشكل A B أردنر بو أردنر وجود نقطة الرندانجان دورون إيمي إذا اللاحظوا عندي هذا الفونكسيون اللي مرسوم بالأحمر اختار هالنقطة هاي عند ال A والنقطة هاي عند ال B ورسم مستقيم بيناتهم مال هذا المستقيم نحن بنعرف إلينا المال إذا كان أكبر من زاوية تسعين سيكون سالب هذا محور ال X لاحظوا الزاوية ألفا هذه زاوية المال زاوية منفرجة فإذا المال سالب إذا المال سالب إذا المال سالب بناقرة فونكسيون بو أردنر إذا فهذا التابع بهذا المجال تابع متناقص في عندي مثال يقولي بالشكل المجاور سأعرف نقاط الذي يتقاطع فيها مع محور X شباب ألاحظ هذا مع محور X تقاطع بهالنقطة وبهالنقطة إذن المطلوب هو عند الناقص واحد وأيضا عند الصفر وأيضا عند الواحد شباب هذول النقاط منسميه جزور جزور للمهادلة اللي هي fx بيساوي لاحظوا fx يساوي صفر أنا لما هذا الفونكسيون fx لما أقول أنه هذا إذا سويته يساوي الصفر مع هذا أنا أبحث عن نقاط تقاطع هذا الفونكسيون مع محور الإكسات يعني لما بيكون التابع قيمته صفر بيكون النقاط تقاطع مع محور الإكسات فإذن هذه المعادلة إلى ثلاث جزور عند الناقص واحد والصفر والواحد عم بيقول لي هلأ function positive and negative there are all the clear بده المجالات اللي بيكون فيها الفونكسيون موجب والمجالات اللي بيكون فيها سالم شباب المجالات اللي بيكون فيها موجب نحن قبل شوي قلنا بيكون فوق محور الإكسات إذن رح يكون عندي إذن معناته من الناقص لا نهاية عم بحكي هلأ عن القسم اللي بيكون فيه موجب من الناقص لا نهاية مجال مفتوح لعند وين؟ لعند الناقص واحد أيضا مجال مفتوح لأنه عند الناقص واحد بيصير صفر ما بيكون سالم أيضا واجتماع ما بين الصفر للواحد إذن مجال مفتوح من الصفر لعند الواحد أيضا مجال مفتوح هذا القسم اللي بيكون فيه positive هلأ بدنا نشوف القسم اللي بيكون فيه سالم بيكون فيه التابع سالم بالقسم اللي بيكون أسفل محور الإكسات يعني عندي أول شيء ما بين النائص واحد للصفر إذن ما بين النائص واحد للصفر وأيضا ما بين الواحد للنهاية إذن الواحد لعند اللانهاية عم بيطلب أيضا بالمجالات اللي بيكون فيه التابع متزايد ومتناقص طيب شباب من انتباه في الموضوع أنه عندي النقي لما بيكون متناقص ما ليو يكون سالم لحظوا بهذا القسم إذن النائس لا نهاية لعند النص بهذا المجال هيك دوماً كان متناقص دوماً عبينزل هلأ وأيضاً من وين كمان متناقص ما بين الواحد للنهاية إذن ما بين هالمجالات هاي عم بيكون متناقص فإذن المجالات اللي بيكون فيها أزلان إذن أزلان عندي من النائس من النائس لا نهاية لعند النائس نص تمام؟ وأيضاً عندي من هاي النقطة من عند هاي النقطة ونحن رايحين هيك بهذا الشكل أيضاً بيكون متناقص وليس من عند الواحد أنا آسف إذن من عند النص إذن عندي من عند النص لعند اللانهاية هذا دوماً بيكون عندي بهذا الشكل متناقص طيب وين بيكون آرتان إذن بيكون عندي آرتان ما بين إذن آرتان بيكون ما بين الناس نص لعند النص بهذا المجال بيكون متزايد لاحظوك طوماً عم بيطلع بيطلع بلا فوق عبيقلي فونكسيونون ما بين النائس واحد والواحد ده ماكسيموم فيه منيموم دير لذنين بولنز شباب بين النائس واحد هذا النائس واحد لعند الواحد بده الماكسيموم والمينموم الماكسيموم هاي النقطة الماكسيموم والمينموم هاي نقطة الماكسيموم فإذن الماكسيموم إحداثياته شي وإحداثياته إكساته نص وثلاثة على ثمانة إذن نص فاصلة ثلاثة على ثمانة المينموم إحداثياته نائس نص ونائس ثلاثة على ثمانة في عندي مثال شباب عم بيقولي هرنك يان ضائف بالشكل المجاور عندي التابع اف من النائس خمسة للستة ما بين النائس خمسة للستة هذا على محور الإكسات اخذ مجال من النائس خمسة للستة وأيضا على المحور واي ما بين النائس ثلاثة للأربعة إذن إذا تنمج معرف على هذا المجال واي بيساوي افكس فونكسيونون غرافيفر المشترعاتيني الرسمي التبعيد هذا التابع عبيطلب مني عدة أمور أربع طلبات منلاحظ غرافين اكس اكس ينيني كيستية نقطة لارد بدون نقاط تقاطع هذا التابع مع محور الإكسات يعني جزول المعادلة اللي هي اف اكس بيساوي صفر قلنا شباب هاي اول نقطة هاي الثانية هاي الثالثة وهاي أعرفهم بس فقط عندي ثلاث نقاط ما في غيره أنا آسف هم ما بتقاطع فإذا ما هذا صار عندي عند النائس خمسة فاصلة نائس واحد وأيضا عند الثلاثة هدول هنين نقاط تقاطعه مع محور الإكسات مجالات اللي بيكون فيها موجب واللي بيكون فيها سابق منلاحظ شباب الأقسام اللي بيكون فيها موجب ما بين النائس خمسة والنائس واحد عم يكون فوق محور الإكسات إذا معاتا شباب الأقسام اللي بيكون فيها موجب رح اكتبها معلش رح اكتبها هوني إذا بوزيتيف وين بيكون موجب ما بين النائس خمسة للنائس واحد من النائس خمسة لعند النائس واحد مجال مفتوح أيضا الاجتماع ما بين الثلاثة لعند الستة إذا من الثلاثة مجال مفتوح لأنه النقطة الثلاثة بيكون عندها صفر لعند الستة الستة مجال مغلق لأنه عند الستة فعلا بيكون موجب هلا وين بيكون نيجاتيف عفوا نيجاتيف بيكون نيجاتيف ما بين النائس واحد لعند الثلاثة إذا ما بين النائس واحد لعند الثلاثة بهذا الشكل بيكون نيجاتيف عبي طلب أيضا فونكسيون الماكسيموم في مينموم قلته نقطة لرن نقاط الماكسيموم والمينموم شباب بنتبه ضمن هذا المجال بدي أعلى نقطة وأخفض نقطة بلاحظ هاي النقطة أعلى من هاي فإذا هاي هي الماكسيموم والمينموم هاي هي نقطة المينموم إذا الماكسيموم معلش ما في داعي أكتبها إذا إكساته نائس ثلاثة وياته أربعة معلش فحكتبه هون نائس ثلاثة أربعة هي نقطة الماكسيموم المينموم إحداثي ياته واحد ونص نائس ثلاثة فونكسيونون الثلاثة للخمسة في ناقس ثلاثة ناقس واحد أربعة لرندة أورطالما ديشيم هزنين بلوب وايض مصد هاته لاحظوا ما بين المجال بين الثلاثة والخمسة وايضا ما بين السنطاع 3 والنائس واحد தّاع حتي من الج medis لما الـ x عند 3 والخمسة gases لاحظوا يعني هذه هون بين الثلاثة والخمسة فاذا اخترت انا هاي النقطة وهي النقطة لاحظوا لو رسمت خط هذا الخط هيك بهذا الشكل راح يكون عندي ما بين الثلاثة والخمسة يعني عند الفونكسيون عبي طلب مني الارتالما ديشيمهز الارتالما ديشيمهز شباب هو نفسه ميل المستقيم فرح اخد فرق الوايات على فرق الاكسات هاي النقطة واياته ثلاثة بينما هاي النقطة واياته صفر فاذان صار ثلاثة نائس صفر يعني ثلاثة على فرق الاكسات يعني خمسة نائس ثلاثة يعني على اثنين فاذا نطلع lortra-mimpressionهز هو ثلاثة على اثنين هلا بالمجال الثاني ما بين الناقس ثلاثة و نائس واحد لاحظوا عند النائس ثلاثة كان عن هذه النقطة عند النائس واحد من هذه النقطة وإذا اصيرا عبي طلب مني الميل بهذا الشكل انا بعرف هون الميل سيكون سالب لانوا زاوية الميل منفرجة فإذا سالم فرق الوايات أن هذه النقطة واياتها أربعة أربعة على فرق الإكسات ما بين هون و هون بين الناقص واحد والناقص ثلاثة يعني اثنين إذا ناقص أربعة على اثنين يعني ناقص اثنين يطلب أيضا بو أراليك لاردا فونكسيون أرطان في أزلان دين بلينيس حددت لي أنه هذا التابع بهالمجال إذا بين هالمجالها لاحظوا بهذا المجال يعني العفو المجال الأولى اللي أعطانيها بلاحظ التابع من هون لهون شو كان مضوع أرطان ولا أزلان مدام الميل موجب فإذا هون كان عندي أرطان بهذا القسم شباب هون بيكون عندي أزلان لأنه الميل سائل بهيك شباب بيكون وصلنا لنهاية القسم الأول من بحث الفونكسيون شكرا كتير لأصغرهم شكرا كتير لأصغرهم